اتفى عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين العاملين في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 172 صحفيا وذلك بعد استشهاد صحفي في مخيم النصيرات اليوم وقالت مصادر في القطاع أن الصحفي محمد عبد الربو استشهد إثر استهداف شقة سكانية لعائلته في مخيم النصيرات بمدينة غزة هذا وحذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف الاحتلال الإسرائيلي التواقم الصحفية في قطاع غزة إلا أن قوات الاحتلال تواصل استهدافهم رغم ارتدائهم سطرات الصحافة والخوذ الإعلامية متحدية بذلك تحذيرات دولية